بيبدأ المسلسل مع إيلونيكا وهي راحة مع صدقتها المقربة الحفلة من حفلات الجامعة وده على الرغم من إنهم بيكونوا لسه في المدرسة السنوية اللي إنهم بيبقوا عايزين يستمتعوا بوقتهم بعد تخرجهم من السنوية وبتبقى إيلونيكا بنت متفوقة جداً وبتكون مستعدة لمنحتها في جامعة ستانفورد اللي أخدتها بسبب تفوقها وفي الحفلة بتتعرف إيلونيكا على شاب وسيم وبتوقع تتكلم معاه لكن فجأة بتكح بقوة لدرجة إن فيه دم بينزل منها أثناء الكحة وبعدها بيغم عليها وبيتم نقل إيلونيكا للمستشفى وهناك بتكتشف إن عندها سرطانة لغضة درقية وجزء في الرئة وبتتصدم إيلونيكا وبتشوف أحلامها وهي بتتدمر قدام عينيها لكن بيبقى عندها أمل إنها تتعالج قبل بداية السنة الدراسية في الجامعة وبعد فترة من العلاج الكيماوي بتسمع إيلونيكا الطبيبة وهي بتقول لولدها بالتبني واللي بيبقى هو عائلتها الوحيدة بعد وفاة والدتها إن كل الحلول فشلت وإن ما فيش أمل من علاج إيلونيكا وبتقترح عليه ياخدها لضر رعاية أو للبيت ويحاول يخليها سعيدة في آخر أيامها وبتعرف إيلونيكا إنها مش هتكمل سنة وتموت وفجأة بيظهر قدامها شكل بيت غريب وبتفتكر إنها بتهلوس بسبب الأدوية وبتقرر إنها تدور على ضر رعاية للحالات اللي زيها وفعلا بتلاقي ضر رعاية مشهور وبتقر عنه وبتعرف إن في مجموعة من المراهقين اللي عندهم أمراض مستعصية وما فيش أمل في علاجهم وبتقر عن بنت اسمها جوليا واللي كان قدامها سنة واحدة وتموت لكن فجأة قلصت كل أورامها وتعالجت وبتقرر مقالة عن جوليا بتقول فيها إن ضر رعاية هي السبب في علاجها وبيبقى دهوى الأمل الأخير لإيلونيكا وبتقرر إنها تروح لضر رعاية وما بيكونش والدها بالتبني مقتنع وده لإنه بيبقى عايز يرعيها بنفسه لكنه بيضطر يوافق بسبب تصميم إيلونيكا وفي تاني يوم بيوصلوا لضر الرعاية وبيظهر إنه نفس البيت اللي إيلونيكا شافته في هلواستها وبتتعرف على شاب بيبقى عاد لوحده في حضقة البيت وبتعرف إنه مريض بسرطان الدم وبيكون اسمه كيفن وبعدها بتتعرف على باقي المراهقين لكن فجأة بتشوف ممر البيت ست عجوزة شكلها مخيف جدا فبتترهب إيلونيكا وبيغم عليها وبعد شوية بتفوق وبتتعرف على الطبيبة المسؤولة عن در الرعاية واللي بيكون اسمها مارجريت وبتعرف إنها أسست الدر دي بعد وفاة ابنها بالسرطان وبترتاح إيلونيكا في المكان وبتقرر إنها تكمل فيه وبتجي شركتها في الغرفة واللي بيكون اسمها أنيا وبتستقبلها استقبال بارد جدا وبيظهر إن معاملتها مش لطيفة وبتبقى أنيا بتحب تخوف اللي حواليها وبتحكي عن صداقتها السابقة في الغرفة واللي كان اسمها ريتشيل وإنها كانت بتشوف خيالات الأشباح ميتة وكانت مش قادرة تتعايش معاهم وبتحكي أنيا أنها متأكدة أن ريتشيل متت من الخوف مش من المرض وبعدها بييجي معادي النوم وبتمثل إيلونيكا أنها نايمة وبتحس بأنيا وهي بتقعد على الكرسي المتحرك بتاعها وبتنزل في أسانسير البيت فبتمشي إيلونيكا وراها وبتعرف إنها نزلت للقبو واللي بيبقى فيه المشرحة فبتنزل إيلونيكا على السلالم وبتراب أنيا وهي داخل الغرفة وبيفتح لها واحد من اللي معاهم في البيت وبعدها بيجي أكتر من شخص لحد ما بيتجمع كل اللي في البيت وما بيكونش فاضل غير إيلونيكا فبتقرر إنها تتنصت عليهم عشان تعرف اللي بيقولوا وبتلاقيهم بيعودوا مع بعض يحكوا قصص مرعبة وبتتخد إيلونيكا في قصة من القصص ومكانها بيتكشف فبيطلبوا منها تقعد معاهم وبيقولوا لها إنهم عاملين نادي سري اسمه نادي منتصف الليل وإنها لازم تعمل تقص معينة قبل ما تنضم للنادي وهو إنها تشرب الكحول وكمان تحكي قصة مرعبة وما بتكونش إيلونيكا عايزة تهرب بسبب الأدوية اللي بتاخدها لكنها بتضطر تشرب شوية وبعدها بتحكي القصة اللي قارت عن جوليا واللي كانت عارفة إنها هتموت بعد أقل من سنة وبتحكي إنها كانت بتفضل تردد التاريخ المتوقع إنها هتموت فيه لحد ما في يوم بتختفي وبيفتكر الكل إنها مشت وهنايمة وخرجت من البيت وبعدها وقت من على حفة المنحدر وماتت وبعد أسابيع من البحث بيفقد الكل الأمل في إنه يلاقيها لحد ما في يوم بترجع جوليا لضر الرعاية وبيكشفت دكاترة إنها تعالجت تماما لكنها بقت تقدر تشوف التاريخ اللي هيموت فيه كل شخص حواليها وبتحكي إلونيكا إن كل التاريخ اللي جوليا توقعتها تحققت وإنها بقت ملعونة بمعارفة موعيد موت كل اللي في حياتها وبتخلص القصة وبتنجح إلونيكا إنها تنضم للنادي لكن بيفضل فيه شرط أخير وهو اتفاقية سرية بيتفقوا فيها إن اللي يموت فيهم الأول هيحاول بكل الطرق يتوصل معهم من العالم الآخر عشان يقول لهم اللي بيحصل هناك فبتوافق إلونيكا وبييجي معاد النوم وبيطلع كل واحد فيهم على غرفته وبتتمشى إلونيكا وكيفن في البيت مع بعض وبيسألها لو هي جاد دار الرعاية على أمل إن يحصلها زي ما حصل لجوليا فبتقوله إنها قرد كصص كتير عن المكان وإن فعلا السبب الرئيس اللي خالها تيجي هو جوليا وإن عندها أمل تتعالي وفي تاني يوم بتخرج إلونيكا من البيت وبتتمشى في الغابات القدام دار الرعاية وبتروح لينبوع أسطوري بيتقال عنه إنه بيشفي من الأمراض وهناك بتقبل واحدة بتتمشى لوحدها وبيكون اسمها شاستا وبتبقى بتشرب من الينبوع زيها وبتقول إلونيكا إنها بنت زكية لإنها بتشرب من الينبوع ومسدها الأسطورة وبتنصحها تقطف من ورق البابونج وتعمل بيشاي ودل إنه مفيد جدا فبتشكرها إلونيكا وبعدها بتودعها وبتمشي وبترجع إلونيكا البيت وهناك بتقعد مع الطبيبة مارجريت واللي بتديها ورق تقدر من خلاله تختار طريق التعاملهم مع جثتها بعد ما تموت وبتخيارها بين الحرق والدفن أو إنهم يرموا جثتها في المحيط فبتقول لها إلونيكا إنها هتفكر وبعدها بتسألها عن ملف المريضة جوليا فبتتخضي الطبيبة أول ما بتسمع اسم جوليا وبتقول لها إنها مش فاكراها وبيظهر إنها بتكذب فبتقرر إلونيكا إنها تتسلل بالليل وتاخد ملف جوليا وبيشوفها كيفن وبيساعدها تفتح الباب وبياخدوا الملف من مكتب المديرة لكن فجأة بتيجي واحدة من الممرضات فبيطلب كيفن من إلونيكا إنها تستخبى وبيمثل عن ممرضة إنه تعبان وكان بيتمشى وفي ممر من ممرضات البيت بيتغير المشهد قدام إلونيكا وبتحس إنها رجعت بالزمن وكأنها موجودة في نفس المكان لكن في الماضي وفجأة بتشوف قدامها صورة لنفس شكل ست العجوزة اللي بتشوفها في حلوثها وبتظهر لها تاني قدامها فبتخاف إلونيكا جدا وبتقع على الأرض وهي بتصرخ لحد ما بيجي كيفن يفوقها وما بتكونش إلونيكا فهمة اللي حصل لها وبتحكي لكيفن لكنه بيقول لها إن أدويتها هي السبب وإنها بتهلوس فبتدائي إلونيكا جدا وبتسيبه وبتمشي وبتفضل طول الليل تقرأ ملف جوليا وبتلاقي رسمتين من رسومات جوليا فيهم رمز للساعة الرملية ومع رقم غريب مكتوب وسط الرسمة وبتبقى إلونيكا فكرة إنها شافت نفس الرمز في مكان معين لكنها مش بتكون فكرة المكان بالظبط وفي تاني يوم بالليل بتنزل إلونيكا للاجتماع السري وهناك بيحكي كيفن قصة مرعبة وبيستخدم الرمز اللي إلونيكا شافته في ملفات جوليا وبيحكي عن قاتل متسلسل بيضطر إنه يقتل كل يوم بنت جديدة عشان الأصوات اللي في دماغه تسكت وبيبقى فاكر إنه والدته المدمنة هي السبب في الأصوات دي وده عشان تجبره يقتل بنت جديدة وساعتها بس هيبطل يسمع صوت بقى البنات وبيبقى القاتل في قصة كيفن اللي بيسيب وراء رمز الساعة الرملية واللي بتبقى علامة معروفة في علام القرصنة وبعدها بيستخدم كيفن شخصية إلونيكا في قصته واللي بتبقى صادقتها اختفت وبتكون عايزة تحقق في القضية بنفسها وساعتها بتستعين بكيفن عشان يساعدها واللي بيكون نفسه القاتل وبعدها بيخلص كيفن القصة وبيوعدهم إنه هيكملها لهم لما يخلصها وبيخرجوا الكل من الغرفة وفجأة بتفتكر إلونيكا المكان اللي شافت فيه الرمز وبيروحوا مع بعض للأسانسير وهناك بتلاقي الرمز مرسوم تحت زرير الأسانسير وبتستغرب إلونيكا وجوده وده لإنه مش مناسب مع شكل الأسانسير وبيبقى واضح إنه جديد وبعدها بتضغط إلونيكا عليه وبتكتشف إنه زرار لكن الأسانسير مش بيتحرك فبيقول لكيفن إنه مستحيل يبقى زرار سري وده لإنه أي حد ممكن يضغط عليه بالغلط وإنه ممكن يبقى مجرد ديكور فبتفكر إلونيكا وبتقول لكيفن إنه عنده حق وده لإنه اللي هيضغط على الزرار أول مرة مش هيلاقي حاجة وبتجرب تضغط مرتين واربعة لكن فجأة بيلوا نفسهم نزلوا لدور تحت الدور الأرضي واللي بيبقى ما حدش يعرف عنه حاجة وبيبقى كيفن خاف جدا وبيفضل في الأسانسير لكن إلونيكا بتخرج وبتولع الكابريت اللي معاها وبتلاقي نفس الرمز مرسوم على الأرض وكأنه نوع من التقوص وفجأة بيطلع الأسانسير لوحده وبيحاول كيفن إنه يوقفه لكنه مش بيقدر وفجأة بتشوف إلونيكا شبح لنفس الستة العجوزة فبيقع منها الكابريت وبعدها بيجمع كيفن بقى المجموعة وبينزلوا كلهم الإلونيكا وهناك بيلوا اكتاب علي نفس الرمز وبيشوفوا وشموع كتير ولبس مشابه للبس طائفة دينية بتمارس تقوص معينة وبيكون معهم خنجر قديم جدا وبيخاف الكل وبيقرروا إنهم يخرجوا من المكان معادة أنيا وإلونيكا وكيفن اللي بيبقى عندهم فضول يستكشفوا اللي كان بيحصل في المكان ده وبعدها بيلوا مذكرات مكتوب عليها نادي منتصف الليل واللي بيبقى هو نفس اسم النادي بتاعهم وبيلوا اسم جوليا على الكتاب وبيعرفوا إنها مؤسسة فكرة النادي وبعدها بيطلعوا عشان يناموا وفي تاني يوم بتروح إلونيكا للغابة وبتشوف شجرة مرسوم عليها نفس الرمز للساعة الرملية وتحته بتلاقي مكتوب حرفين وجنبهم رسمة هلال فبتكتبهم في مذكراتها وبعدها بترجع البيت وهناك بتقرر عش واللي بتكون بنت متدينة إنها ما تنزلش للمكان اللي تحت القبو تاني ودل إنه مكان محرم وأكيد الرب مش هيكون مبسوط بوجودهم في مكان زي ده وبتتخنق المجموعة مع بعض وبالليل بيتجمعوا كلهم من تاني وبتحاول عش تعتذر لهم وبتقرر إنها تحكي لهم قصة وبتستخدم نفسها كبطلة للشخصية وبتقول إن كان فيه بنت اسمها إيش واللي بتعرف إنها تصابت بمرض جنسي بسبب حبيبها السابق كيفن واللي اكتشفت إنه مثلي وبتعرف إنه على علاقة بقى عز أصدقائها سبينس وساعتها قررت إنها تفضح شزوزهم في المدرسة كلها وتبين إن كيفن هو السبب وبتنجح خطتها فبيقرر سبينس إنه ينتقم من كيفن وبيستغل رحلتهم على ياخته وبيفتعل خناه مع كيفن وبعدها بيمثل إنه وقع في المياه لكنه في الحقيقة بيكون لابس بدلة الغص تحت الهدوم وبيعوم لحد الشط وساعتها هيفضل غاب لمدة يومين وبعدها يرجع البيت ولكن إنه حصل حاجة وبيبقى هدفه إنه يخوف كيفن بإنه يخليمه تم بقتله وبتنجح الخطة وبيوصل سبينس للكوخ اللي كان هيفضل مستخب فيه لكن بيعرف من التلفزيون إن كيفن نط وراء عشان ينقذه لكنه غرق لأنه مش بيعرف يومه مات في الوقت ده بتمثل قاش على صدقاتهم التالتة واللي بتكون إيلونيكا إنها حاسة بالذنب وبتحكي لها عن خطتها مع سبينس فبتروح إيلونيكا للكوخ اللي فيه صديق قاش وبتطلب منه يسلم نفسه لكن فاجأة بيظهر شخص مجهول بيقتل إيلونيكا وبيولع في الكوخ وبيقدر سبينس نهيهرب على آخر لحظة وبرى الكوخ بيلاه حاجة دايماً قاش بتستخدمها وبيعرف إن هي المجرمة وساعتها بيمشي وراه وهم وتخفي وبيقدر يخطفها وبيهددها عشان تعترف بالحقيقة فبتقولوا نات صابت بمرض جنسي من كيفن وعشان كده كانت عايزة تنتقل منهم كلهم وبيتخنقوا مع بعض وبالغلط بتيجي طلق في بطنها فبتطلب قاش من صديقها إنه يسمحها وبتموت وبتخلص القصة وبيسقف الكل القاش وبيقرروا إنهم يسمحوها وبيروح كل واحد لقوته وبيفضل كيفن مع ألونيكا في المكتبة لوحدهم وبتبقى ألونيكا بتدور في قسم المكتبة الخاص بالأديان وبتلاقي كتاب مرسوم عليه نفس الرمز اللي بيشوفه في كل مكان في الوقت ده بتبقى أنية رايحة لقودتها وبتعدي من قدام قودة من الأغض اللي ماتت فيها واحدة من أصحابهم وفجأة بتشوفوا ضل وراها لكن بتفتكر إنها بتهلوس فبتروح بسرعة لقودتها لكن فجأة بتلاقي الضل ظهر من وراها وكأنه ضلها في الوقت ده بيوصل كيفن وإلونيكا لغرفة أنية عشان يوروها الكتاب لكن فجأة بيلو أنية وقع على الأرض والكرسي فوقيها وبيكتشفوا إنها ماتت فبتحاول إلونيكا إنها تعملها إنعاش لحد ما بتفوق لكن بتشوف أنية نفس الضل المخيف من تاني فبتصرخ بأعلى صوت وبيغم عليها وبينقلوها للعيادة وهناك بتعرف إلونيكا من مديرة الضار إن أنية متفق معاهم إنه ما يتمش إنعاشها لما تموت وإن دي الطريقة اللي هي عايزة تموت بيها وبتدهي إلونيكا من نفسها وبتعتذر لأنية وده لإنها ما كانتش تعرف إنها مش عايزة حد ينقذها وبعدها بتسألها عن الضل اللي شافته أول ما فائت لكن أنية بترفض تتكلم وبتقول لها إنها ما شافتش حاجة وإنها كانت مجرد هلاوس وبعدها بترجع إلونيكا غرفتها وبتقرأ مذاكرات جوليا اللي لقيتها في القبو وفي تاني يوم بتقابل كيفن وبتحكيله كل حاجة عرفتها عن الطائفة الدينية واللي علامتها بتكون رمز الساعة الرملية وبتقوله إنها طائفة دينية اسمها المثاليون وإنها بتحكي عن مؤسستها واللي تسمت أسيسو وده تيمنا باسم إله من آلية الإغريق معروف بقدرته على الشفاء وبتحكي إنها كمان سمت بنتها باسم أثينا وبتكمل إلونيكا وبتقول إن بعد وفاة زوجه وابن أسيسو قررت إنها تعمل مجموعة للألاج بالأعشاب وتمارين معينة للشفاء والاسترخاء لكن بعدها تحولت المجموعة الألاجية لطائفة شيطانية بتتكون من خمس أليها وأولهم الإله بنسيا واللي بتكون إله الصحة وهايجيا واللي بتكون إله النظافة وإياسو إله التعافي وأجلايا إله الجمال وأخيرهم أسيسو نفسها واللي بتكون إله الشفاء وبتكمل وبتقوله إن الطائفة كانوا بيعملوا تقوص شيطانية في نفس المكان اللي لقو تحت القبو لكن تحول هدف أسيسو الأساسي من اكتشاف علاج للأمراض لهوس بالخلود وبتحكي إنها كانت بتدور على تضحية تقدمها للإله عشان تفضل عيشها للأبد وساعتها بدأت تضحي بالحيوانات وتشرب من دمهم وساعتها حست أثينا إن والدتها تجننت فقررت إنها تهرب مع بايا الأطفال في البيت وتبلغ كمان الشرطة عن والدتها وساعتها لقت الشرطة أسيسو وهي وسط صحابها في القبو وده بعد ما سممتهم وبتحكي إنها قالت للشرطة إنها تلخبطت في أنواع الظهور واللي بتستغنمها على الشاي وإنه بالغلط كان سمي قاتل لكن بعد استجواب الشرطة الأثينا عارفوا إن أسيسو كانت عارفة هي بتعمل إيه وإنها كانت قصدة تقدم صحابها كقرابين عشان تعيش للأبد وبيقطع كيفين إلانيكا وبيسألها عن علاقة كل ده بجوليا فبتقولوا إنها قدر اتلاقي المكان اللي الطائفة كانت بتمارس في تقصها وإنها متأكدة إنها قرأت عنهم وفضلت مختفئة طول الفترة دي في القبو وإن بعد ما خرجت من القبو اتعالجت وبقت كويسة وإنها كمان رسمت رمز الطائفة في كل مكان وكتبت الرقم للأوف رسوماتها عشان لو حد لقى وإنها متأكدة إن جوليا بتحاول توصلهم رسالة وبعدها بيرجعوا البيت وهناك بتفضل إلونيكا صهرانة تكمل مذاكرات جوليا وبعدها بتدخل الحمام لكن أول ما بتخرج بتلاقي نفس الست العجوزة اللي بتشوفها دايما وقفة عند سرير أنية لكنها أول ما بتشوف إلونيكا بتخرج برا الغرفة بتخرج إلونيكا وراها وفاجأة بترجع بالزمن زي ما بيحصل معها دايما وبتلاقي نفسها في نفس المكان لكن في الماضي وبتفضل تتمشى في الممرات ويسمع صوت موسيقى لحد ما بتفوق وبتلاقي نفسها في القبو وكل أصحابها متجمعين عشان يحكوا قصصهم كالعادة فبتسألهم لو حد فيهم سمع صوت موسيقى لكن الكل بيقولها أنهم ما سمعوش أي حاجة وبيعودوا سوا يحكوا قصص لكن فجأة بتتعب أنية مرة تانية فبينقلوها للعيادة وهناك بيعرفوا أن السرطان بيكل في أنسجتها وأنها تموت قريب وبتنهر إلونيكا وهي أشايفة صداقتها بتموت قدام عينيها وبتخرج برا البيت وبتقارر أنها تحاول بأي طريقة تنقذ أنية وبتاخد معها الكتاب اللي بيتكلم عن طائفة المثاليون ومعها مذكرات جوليا وبتقعد عندي ينبوع المية وفجأة بتلاقي شاسطة اللي جات لها قبل كده وبتشوف إلونيكا وهي بتعيط فبتحاول أنها تخفف عنها فبتحكي لها إلونيكا عن الطائفة اللي بتدور عليها وعن مذكرات جوليا اللي تعالجت فجأة وبتحكي أنها اكتشفت بنتي كمان كانت موجودة قبل جوليا واللي تعالجت برضو بعد ما جات لنفس المكان فبتوريها شاسطة علامة على إيديها واللي بتبقى هي نفس علامة الساعة الرملية فبتتصدم إلونيكا جداً وبتسألها لو هي منتمية لطائفة المثاليين لكن شاسطة بتقول لها إنها مؤمنة بطائفة أقدم من المثاليون بكتير ودل إن طائفة المثاليون انحرفت عن مصارها ومرس التقوص مختلفة وبتسألها عن عدد البنات الموجودة في الدور وبتعرف إنهم أربعة فبتقول لها شاسطة إنها تبقى الخمسة وبتطلب من إلونيكا تسمعها كويس عشان تنفس كل حاجة بالزبط وبتبقى التقوص عبارة عن تجمع خمس بنات واللي بيمثلوا الأليها وبيبقى كل واحد في المجموعة لازم يضحي بأغلى حاجة عنده وبعدها يحط عليها قطرة من دم وسط النار وبعدها كل واحد فيهم يحط نقطة دم على راس أنية وبعدها يحطوا عليها من مياه الينبوع وفعلاً بترجع إلونيكا البيت وبتقدر تقنع المجموعة في ممارسة التقوص وبتقولهم إنهم مش هيخسروا أي حاجة غير الوقت اللي ما عندهم مش أكتر منه أصلاً وبيوافق الكل وبينزلوا للغرفة لتحت القاب وبتاخد إلونيكا أنية من العيادة وبيبقوا أول اتنين يوصلوا وفاجأ به له العبايات اللي كانوا هيلبسوها أثناء التقوص معمولة على شكل كلمة ما تعملوش كده فبتشيلها إلونيكا بسرعة عشان محدش من المجموعة يخاف وبينزل الكل مع دقاش واللي بتكون خايفة جداً من الرب أو إنها تكون بتعمل زنب وبعد شوية بتلاقي المجموعة إن الأسانسير طلع لوحده وما بيكونش فيه طريقة إنهم يسحبوا بيها أو إنهم ينادوا على أي حد وما بيكونش فيه أي مخرج من المكان وما بيبقاش كمان فيه حد من العاملين في الدار عارفين بوجود المكان ده لكن فجأة بينزل الأسانسير تاني وبيلوقاش اللي بتكون غيرت رأيها وبتبدأ المجموعة تقوص وبيضحي كل واحد في المجموعة بأغلى حاجة عنده واللي بتبقى عبارة عن ذكرى مميزة بالنسباله أو حاجة غالية عليه لها علاقة بعيلته وبتبقى أنيا متأثرة جداً بتضحيت كل واحد بالحاجة اللي بيحبها عشانها وبعد ما بتخلص إلونيكا التقوص بيظهر زل مخيف قدام أنيا بيقرب منها فبيغم عليها وبعد فترة بتموت وبتعرف المديرة اللي عمله تحت القبو وبتقرر إنها تقفل المكان تماماً وبتطلب منهم ما يتحدش الطبيعة وده لإن تغيير الأقدار مش بيديهم وبتقولهم إن أي محاولة منهم للتدخل في نظام الكون أو مقاومة الجاذبية هتنتهي بأزيتهم وبعدها بتسلم المديرة الإلونيكا صندوق في حاجات أنيا وبتديها الجواب اللي فيه وصيتها وكمان الرماط بتاعها وده لإنها طلبت إنهم يحرقوا جثتها بعد ما تموت فبتاخد إلونيكا الصندوق والوصية وبتستنى معاد اجتماع نادي منتصف الليل وبتفتح معهم الجواب واللي بتقولهم في أنيا إنها بتحبهم وبتشكرهم على محاولتهم وساعدتها وبتوعدهم إنها لو بيديها تديهم أي إشارة دل إنها مبسوطة في العالم اللي هي فيه فهي هتعمل كده وبتطلب منهم يشربوا ويحتفلوا لإنها أكيد هتكون مبسوطة وفجأة بتقطعهم المديرة وبتدخل عليهم الغرفة وبتقولهم إنها عارفة اللي بيعملوه وإنهم بيتجمعوا كل يوم بعد ونص الليل يحكوا قصص وبتقولهم إنها بتسيبهم يسالوا نفسهم لكن بتهددهم إن لو الحرية اللي هي موفرةها هتكون سبب فأزاهم فهي هتمنع تماما وبتطلب منهم يرجعوا غرفهم لحد ما تفكر هل هم أهل للثقة ولا لا وبتمشي وبيبقى كل واحد هيرجع لقوته لكن إلونيكا بترفض وبتقارن إنها الأول ترمي رمض جسد أنية في المحيط وتديها العزة المناسب وفي تاني يوم بتروح إلونيكا تقعد مع شاستا وبتحكي لها عن اللي حصل فبتحاول شاستا إنها تخفف عنها وبتقول لها إن ميزنبها إن التقوص ما نجحتش وإن وارد تنجح في مرة ومرة تانية لا وعشان كده هي مش المفروض تلوم نفسها على أي حاجة فبتسألها إلونيكا عن الفرق بينها وبين طائفة المثاليون فبتقولها شاستا إنهم الفرق الأقدم واللي فضلت ماشي على نهج العلاج الطبيعي واللي ما فيش منه ضرر أما المثاليون فعملوا حاجات خطيرة وانحرفوا عن هدفهم الأساسي لكنها مستحيل هي وجامعاتها تعمل كده اللي عنده ضرورة فبتشكرها إلونيكا وبترجع الدور وبالليل بتنزل المجموع على مكان اجتماعهم لكن بيتشفوا إن المديرة قفلت كل الأبواب فبيتدايقوا جداً وبيطلع كل واحد فيهم لقوته بس إلونيكا ما بتطلعش وبتتمشى في البيت لوحدها وبعدها بتسمع صوت المديرة وبتشوفها وبيتعلق صورة الأنهي على حيطه وبتعايت عليها وبعدها بتدخل المديرة لمكتبها وبيظهر إنها بتسيب رسالة صوتية لشخص بتقول فيها إنها مش مصدقة إن واحدة من المجموعة اللي عندها تتعالج وترجع البيت وإنها مش مصدقة إنها تشوف بعنيها حد تاني تعالج ورجع بيته فبتتصدم إلونيكا وبيبقى عندها فدول تعرف هو مين وفي تاني يوم بتتكلم مع المديرة وبتعترف لها إنها سمعتها وهي بتتكلم فبتقول لها المديرة إنها مش هينفع تقول اسم الشخص اللي اتعالج لحد ما تتأكد وده لإن الدكاترة بيعيده نتيجة التحليل تاني وبتقول لها إنها أول ما تأكد هتقولهم بنفسها وبتطلب من إلونيكا ما تقولش لحد تاني وده عشان ما تدهمش أمل كذاب لكن إلونيكا مش بتقدر تخبئ على كيفن وبتصرحه بالحقيقة وبتكون حاسة من جواها إن هي اللي تعالجت وبالليل بتقرر إلونيكا تنزل تاني للغرفة لتحت القبو وده عشان تفهم أكتر هل التقص نكحت ونكحت على مين وفجأة بتلاقي قدامها شخص واقف ومديها ظهره فبتتعصب إلونيكا بسبب كمية الأشباح اللي بتشوفها وبتقرر إنها تستجمع شجعتها وتقرب من الشبح لدرجة إنها بتلمسه وبعدها بتسأله هو مين لكن بيظهر قدامها كيفن وكأنه غايب عن الوعي وأول ما بتلمسه بيغم عليه فبتنقله إلونيكا لغرفتها وبتعرف إنه بيمشي هو نايم وفي تاني يوم بيفوق كيفن وبيعترف الإلونيكا إنه كمان بيلايه نفسه في نفس البيت القديم اللي هي بتشوفه وإنه بيشوف شبح لراجل عجوز عينه بيضة وإنه أحياناً بيشوف أشكال ده اللي بتهجم عليه فبتفرح إلونيكا جداً بإن في شخص مصدقها وشايف اللي بتشوفه وبتقرر إنها تعمل اجتماع للنادي في الوقت ده بتتأكد المديرة من تحليل الشخص اللي تعالي وبتستدعي قاش وبتقول لها إنها تشخصت غلط وإنها ترجع تاني بيتها وهتكمل في حصات وده لإن الغرم اللي عندها طلح حميد وما فيش منه أي ضرر وما بتكونش قاش عارفة المفروض تفرح ولا تزعل ومش بتكون عارفة كمان إزاي هتقول صحابها وبعد شوية بتجمع إلونيكا لكل في غرفة اجتماعات النادي وبتحكي لهم على اللي هي وكيفين بيشوفوه وبتسألهم لو حد تاني بيشوف نفس الأشباح أو بيحس نفسه رجع للماضي لكن مش بيبقى فيه أي حد منهم شاف حاجة فبتقولهم إلونيكا إنها متأكدة أن التقوص نجح لكنها نجحت على حد غرقانية دل إنها سمعت المديرة وهي بتتكلم في التليفون عن إن حد فيهم تعالي وبتكامل وبتقول إنها شكة إنها نفسها لتعالجت لكن بتقطعها أش وبتقول الكل إنها لتعالجت وده مش بسبب التقوص وإنما بسبب تشخيص الدكاترة الخاطئ وإنها ترجع تاني لبيتها وهتكمل تحليل وفحوصات فبيقولهم سبينيس إن ممكن اللي بيشوفوه أو بيسمعوه إشارة من صحابهم في العالم الآخر زي ما اتفاقياتهم السرية بتقول لكن بتعترف أش إنها أحيانا كانت بتطلع أصوات من غرفة العيادة وده عشان تديهم أمل فبيتعصب الكل وبيداء جدا منها وبتعتذر لهم وبتمشي من الغرفة وبتنهار إلونيكا اللي كانت فاكرة نفسها تعالجت وقبل ما تخرج من البيت بتشوف حبيبة كيفن واللي بتسأل عن مفاجأة هتعملها الكيفن فبتتعصب عليها إلونيكا وبتقول لها إنها مستحيل تحس بيه وده لأنه كل مرة بيقابلها فيها بيكون مضطر يمثل إنه كويس على الرغم من إنه مش كويس وبتقول لها إنه كلهم هنا بيموتوا وبتطلب منها تبطل تتعامل مع در الرعاية كأنه نادي وفاجأة بيجي كيفن وبيسمع إلونيكا بتقوله لحبيبته وبيطلب منها تيمشي فبتداء إلونيكا من نفسها وبتخرج وهي حزينة ومش بتكون مستوعبة إنها متعلجتش وبتقرر إنها تروح لشاستا واللي بتحاول تقنعها إن التقوص حقيقي ونها ممكن تنجح ونها متأكدة من طاقة وروح المكان اللي تضار فيه فبتسألها إلونيكا هي إزاي متأكدة بالشكل ده فبتقولها شاستا إنها بنت زكية وهتعرف هي مين فبتركز إلونيكا في شكلها وبتكتشف إن هي نفسها جوليا فبتصدم إلونيكا وبتصدق إن اللي حصل حقيقي وإن الدليل قدام عينيها فبتعرض عليها جوليا إنهم يروحوا للبيت بالليل وهناك يعملوا التقوص من تاني وده عشان يعالجوها وبتوافق إلونيكا وبتتفق مع جوليا على المعدة وبتمشي وهناك بيتجمع كل اللي في البيت وبيسلموا على أش اللي هتمشي في تاني يوم وبيطلبوا منها تعيش حياتها عشانهم وبيكونوا مبسوطين إنها تعالجت فبتشكرهم أش وبتعتذر لهم عن اللي عملته فيهم وإنها ديتهم أمل كذاب وبيسمحها الكل وبعد شوية بيطلع كل واحد لغرفته عشان ينام وبتفضل إلونيكا صاحية لحد المعدة اللي اتفقت فيه مع جوليا وبيجي الوقت وبتفتح إلونيكا باب البيت لكن بتكتشف إن جوليا معاها خمس بنات تانين وبينزل الكل للغرفة اللي تحت القابل وبتقعد إلونيكا في النص لكن جوليا بتقولها إن هي اللي هتقعد في النص وما بتكونش إلونيكا فاهمة فبتقولها جوليا تثق فيها وبتولع جوليا النار وكل واحدة من الخمس بنات بتعور إيدها بالسكينة وبتحط الدم على راس جوليا وبتستغرب إلونيكا وده لإن اللي بيحصل المفروض يكون معاها هي من جوليا وبعدها بتصب جوليا الشاي فبقية لكل واحدة من الخمسة واللي من ضمنهم إلونيكا اللي بتبقى مترددة جدا إنها تشربه وبتشوف بقى المجموعة وهم بيشربه وعلى آخر لحظة بتدخل المديرة للمكان وبتطلب من إلونيكا ما تشربش الشاي لكن جوليا بتقولها ما تسمعش كلامها وإنها لازم تشرب عشان تتعالج وما بتكونش إلونيكا عارفها المفروض تعمليه لحد ما فجأة بتوع واحدة من المجموعة على الأرض وهي بترجع دمه وبعدها بتموت وبتعرف إلونيكا إن جوليا خدعتها وإنها مارست نفس تقوص طائفة المثاليون واللي بتبقى لازم تضحي فيها بخمس بنات عشان تعيش للأبد وبنرجع بالزمن في الوقت اللي بتكون في جوليا في دار الرعاية وبتبقى قدرت توصل للي أسيس طائفة المثاليون ولسمت نفسها أسيسه وكانت السبب في موت صحابها وبتعرف جوليا اسمها الحقيقي وبتروح لبيتها وهناك بتقرر أسيسه إنها تعلمها كل التقوص وبعد أسبوع بترجع جوليا للدار وبتمثل إنها كانت تعيها عشان الكل يصدق إنها بتمشي وهنايمة فعلا وبنرجع لدار الرعاية بعد ما بتقدر جوليا إنها تهرب وبتيجي الشرطة والإسعاف وبتنقص كل اللي تسممه وبتحس إلونيكا بالزم وبتقرر إنها تسيب دار الرعاية وترجع لبيتها وفي تاني يوم بيبقى يوم تجمع العائلات وبيجي واحد من أصدقاء أنيا عشان ياخد حاجتها وبيلاها تمثل رقصة بالي واللي كان جايبه هدايا لأنيا لكنه بيفتكر إن رجله كانت مكسورة وبيستغرب إزاي تمثل رجع لحالته الطبيعات تاني وبتتصدم إلونيكا كمان وده لإنها آخر مرة شافت فيها تمثل كان مكسور وبتعرف إن دي إشارة من أنيا بإنها في عالم ما بعد الموت وإنها مبسوطة وبتحس إلونيكا بالأمل وبتقرر تفضل في الضار في الوقت ده بيقرر كيفن إنه ينفصل عن حبيبته وده لإنه بيبقى ويع في حب إلونيكا وما بيكونش قادر يمثل أكتر من كده وبالليل بيتجمع الكل في النادي السري وبيقرر كيفن إنه يكمل قصته عن القاتل المتسلسل واللي أصوات البنات اللي ماتوا بتطردوا في كل مكان عشان يقتل بنت جديدة وبتبقى والدته هي اللي بتقوله اسم البنت اللي المفروض يقتلها وبييجي الدور على صداقته إلونيكا واللي بيبقى معجب بيها وبيحاول كيفن يمنع نفسه لكنه مش بيستحمل الصوت وبيتصل بإلونيكا وبيطلب منها تيجي البيت وهناك بيقولها إنه عارف مين قتل صداقتها وإن جده هو السبب وإن والدته كمان السبب وبعدها بيمسك الشاكوش اللي بيقتل بيه وبيقول لإلونيكا إنه كمان السبب وقبل ما يضربها بيوقف نفسه وكأن فيه شخصين جوه وفجأة بتظهر والدته واللي بتقوله يقتل إلونيكا وبتمسك إيده لكن إلونيكا بتقدر تضربها وبتقتلها وأخيرا بيشوف كيفن البنات اللي قتلهم وهم بيتلاشى من قدامه وبيتيروا زي الملايكة وبيحس إنه أخيرا بقى حر لكن فجأة بيخرج من جسم والدته روح شريرة بتدخل لجسمه واللي بيبقى جده اللي بيتنقل من جسم الجسم وبيكمل سلسلة ضحياء وبعدها بياخد كيفن الشاكوش وقبل ما يقتل إلونيكا بيحاول يقاوم جده اللي مسيطر على جسمه وبيطلب من إلونيكا أنها تقتله وما بتقدرش إلونيكا تعمل كده وبتضربه لحد ما بيغم عليه وبيتم نقله لمستشفى الأمراض العقلية وده لأنه مستحيل حد يسدق إنه فيروح قتل متسلسل خالدة جواه ومش هتموت أبدا وبكده بيبقى كيفن ضحى بنفسه وقرر يعيش لوحده عشان يحمي الناس اللي بيحبهم وبتخلص القصة وقبل ما يروح كل واحد فيهم عشان ينام بتقولهم إلونيكا اللي حصل التمثال بتاع أنية وإنها متأكدة نقشرة منها فبيفرح الكل وبيقل خفهم من الموت وبيروح كل واحد فيهم عشان ينام وبيتماشى كيفن وإلونيكا مع بعض وبتقول إلونيكا إن نهاية القصة مع جبتهاش وده لأنه مش مضطر يفضل عايش وحيد عشان يحمل لحواليه وإنهم كده كده هيموتوا لكن الموت مش حجة عشان ما يعيشوش فبيبوسها كيفن وبيقرروا إنهم يكملوا آخر أيامهم مع بعض وفي آخر مشهد في المسلسل بنشوف المديرة وهي بتقفل أبواب البيت وبعدها بتدخل قضتها وبتقلع البروكة وبتظهر علامة السعر الرملية على رقابتها وبيظهر إنها أصلا من نفس طائفة المثاليون الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام